ذكرت مصادر إعلامية في اليمن أن التوتر بين قوات المجلس الانتقالي في الجنوب والمدعومة إماراتيا وقوات الرئيس عبد رب منصور هادي المدعومة سعوديا قد عادت إلى الواجهة مرة أخرى وهذه المرة في ميناء بلحاف في محافظة سبوة الساحلية جنوبي اليمن وبحسب الأنباء الواردة من اليمن فإن القوات السعودية وجهت قوات هادي بإنشاء أربع نقاط تفتيش بمحيط منشات بالحاف التي تضم 300 جندي إماراتية فيما اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات هادي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في أبينا بعد ساعات من تصريحات الانتقالية تشير إلى اندلاع وشيك للحرب وإلى تهرب حكومة هادي من تنفيذ التفاهمات الرياض بين الطرفين